السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء المتابعين نرحب بكم أينما كنتم ويسعدنا ويشرفنا أن نقدم لكم كل ما هو حصري وجديد من أخبار المتقاعدين في العراق والوطن العربي أجمع ولا تنسوا أحبائي الإعجاب بالفيديوهات والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد وحصري من أخبار المتقاعدين في العراق والوطن العربي وبسم الله نبدأ موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيلول وتأخر صرف الرواتب كان من المقرر صرف الرواتب أيام الجمعة والسبت ونظرا لكونهما عطلة إسبوعية فقد تقرر صرف الرواتب يوم الأحد وبانتظار صرف الرواتب أتى إلينا خبر تأجيل لسبب غير معلوم وأما عن سبب تأخر صرف الرواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في العراق لهذا الشهر فهو نتيجة إغلاق المصارف بحيث أصر ذلك في عمليات التمويل على جانب آخر متوقع أن تبدأ عمليات التمويل من المصارف خلال الساعات القليلة المقبلة وهذا التأخير نجم عن ظروف استثنائية لأنه في العادي لا يحدث مثل تلك الأمور في التأخر عن صرف الرواتب المتقاعدين لهذا ذلك الأمر يعد غير طبيعي وإلى هنا نكون قد انتهينا من صرد هذا الموضوع عزائي المتابعين نرجو أن نكون قد أفدناكم ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو وإذا كنتم لأول مرة تشاهدون فلا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو حصري وجديد من أخبار المتقاعدين في العراق والوطن العربي أجمع ترجمة نانسي قنقر